تسير مملكة البحرين بخطا ثابتة ودأوبة في عملية حفظ المال العام والرقابة على كافة المؤسسات من أجل مكافحة الفساد وكل ما من شأنه التأثير على مكتسبات الوطن والمواطن حيث كان توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس لمواصلة تعزيز الرقابة والمحاسبة والمسؤولية تجاه المال العام تأكيدا على نهج حكومة مملكة البحرين في الرقابة والمحاسبة تجاه أي تقصير جاء توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمواصلة تعزيز الرقابة والمحاسبة والمسؤولية تجاه المال العام مؤكدا لنهج حكومة مملكة البحرين في المحاسبة وحفظ المال العام فحرمة المال العام تعزز من تعامل كافة المؤسسات في مملكة البحرين لردع كل من تسول له نفسه المساس به حفاظا على المقدرات الوطنية وهذا النهج حرص على طرحه والتشديد عليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مختلف اللقاءات عند الحديث عن رقابة المال العام والإدارة في مؤسسات مملكة البحرين يأتي هنا دور ديوان الرقابة المالية والإدارية باعتباره الجهاز المستقل الذي يقوم بإعداد تقرير سنوي بعد تحقيق الرقابة ضمن 14 عنصرا تتواجد في التقرير ويتضمن كل واحد منها جزئية محددة ليكون هذا التقرير وافيا وشاملا ويمثل منبها للحكومة عن أي تجاوزات في أي مؤسسة مما يؤدي بدوره لاتخاذ الإجراءات الملائمة من قبل الحكومة لتعزيز نهج الرقابة والمحاسبة وثاني الجهات التي تطلع بالمهام المعنية بحفظ المال العام هي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وهي التي تواصل باستمرار في تلقي البلاغات والتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بالإضافة إلى مواصلة الحملات التوعوية والتعاون مع كافة قطاعات ومؤسسات وأفراد المجتمع في كل ما من شأنه تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في إطار الجهود الوطنية الحديثة لصون المال العام والحفاظ على مكتسبات الوطن وكانت وستبقى حكومة مملكة البحرين معززة لنهج الشفافية والرقابة والمحاسبة من خلال الإيمان التام بأهمية أن تكون الرقابة عملا مؤسسيا منضبطا ومحكما ومستقلا لا يخضع لرغبات أو تأويلات بل حقائق وبراهين وهو ما ينتج عنها محاسبة لأي مخلافات تستهدف المقدرات والأموال العامة ترجمة نانسي قنقر